أهلاً فيكم برج الحمل. طبعاً الطاقات مفتوحة. يعني يمكن تنطبق عليك القراءة أكتر من شهر. ولكن نحن رح نوجه الطاقة لمدة شهر واحد. فرح نشوف شو مستنيك يا برج الحمل. القراءة رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع. وأيضاً تقبل العكس. يعني إذا أنت عم تتابع لبرج الحمل ممكن تشوف أنه بعض الأشياء اللي بحكي عليها أو بعض الطاقات يشابها لطاقتك أو تنطبق عليك. طيب أول إشي رح نبلش بطاقتك أنت لهالشهر. رح نشوف شو هي طاقتك أنت. برج الحمل أنت في حالياً بمطرحة متحس أنك بدك تختار. أو فيه عندك إشي معينة عم تحس أنه أنت عم تبدل طاقة فيه بزيادة أو عم تبدل مجهود فيه بزيادة. في علاقتك الحالية عم تحس أنه أنت عم تحط مجهود أكتر من الشخص اللي أنت عم تتعامل معه. مش عم تشوف أنه فيه عدل وموازنة بالأخذ والعطى. عم تحس أنه وصلت إلى مرحلة بدك تفكر لأنه الوضع مسبب لك تجوج عاطفي فوصلت إلى مرحلة بدك تفكر. العلاقة بتستاهل اللي أنت عم تحط فيه المجهود اللي أنت عم تحط فيه لأنه عم تشوفك أيضاً دفاعي بهالفترة. دفاعي كتير. وعم تشوف أنه الحكي أو المناقشات مع الشخص اللي عم تتعامل معه طاقة كتير حادة. مع أنك فيه مشاعر تجاه الشخص إلى أنه الوضع من الناحية الذهنية أو العقلية مسبب لك كتير توتر وبتير شوشرة. فأنت عم تشوفك قاسي باتخاذ القرارات مع هالشخص لأنه عم تشوفك وصلت إلى مرحلة بتحس أنه فاض فيك الكيل أو بتطلعت تتحمل أكتر. أيضاً بتحس أنه القرارات اللي عم تتخذها أنت راضي عنها. أنت راضي عنها لأنه عم تحس أنك عم تطلع منتصر من الوضع اللي أنت فيه. منتصر العلاقة. راضي عن اختياراتك. ممكن بالتواصل بينك وبين الشخص اللي عم تتعامل معه في شوي طاقة تلعبية. أو أنت عم تستخدم السلوب معه بالحكي عم يعود إليك بالنتيجة اللي أنت بدك إياها. يعني عم شوف أنت قادر كتير تفهم عقلية الشخص اللي أنت معه. وبتعرف كتير كيف توصل إلى النتيجة اللي أنت بدك إياها مع هالشخص. يعني برغم أنه في حب ومشاعر بينك وبين هالشخص. فوصلت إلى أنه أنت مثل ما حكيت لك وصلت إلى مرحلة بتحس أنه أنت يعني بطل في عندك القدرة تعطي أكتر. فوصلت إلى مرحلة اختيار قرارات سايمة. بالنسبة لطاقة الشخص اللي عم تتعامل معه. طاقة الحبيب. طاقة الشريك. طاقة الشخص اللي أنت عم تفكر فيه. عم شوفه عم يحط برسونة معينة أو عم يحط ماسك معين بالعلاقة. عم يظهر لإلك بطريقة أو بشخصية غير اللي هو يعني غير شخصيته الحقيقية هالشخص. ممكن عم شوفه كتير متردد، كتير متحفض أيضاً. كتير بيحب يكتم على مشاعره. ولكن هو ما عم شوف نيته إنه يظلمك أو إشي. عم شوف إنه شوي دفاعي، شوي متحفض أكتر من ما هو أجرسيف أو أكتر من ما هو هجومي. عم شوفه متحفض أكتر على مشاعره. يعني ممكن أنت تكون طاقتك متهوري أكتر، ممكن أنت تكون انفعالي أكتر. هالشخص عم شوفه مش هيك، عم شوفه متحفض أكتر على مشاعره. فيه إشي كتير بالدور في رأسه بيحب يحكيها ولكن مش عم يحكيها. بيشوفك هالشخص حالياً محدود بمطرح فيه أمامه عدة اختيارات من الناحية العاطفية. بيشوفك على إنك أمنية. وعم شوف إنه مشاعره، يعني المشاعر الظاهرة اللي عم بيورجيها لإلك عكس مشاعره الداخلية وعكس ما يحس فيها الشخص بعقل الباطن. لأنه بيشوفك أمنية بالنسبة لإله. أيضاً في عنده عرض حب بده يقدم لك يا أو في عنده عرض حب بده يحكي فيه لإلك. أو حتى فيه عنده مشاعر هو متردد جداً إنه إنه يحكيها لإلك. لأنه بده يظهر بصورة معينة. بده يظهر بشخصية معينة هالشخص. فعم يبين إنه هو متمكن، عم يبين إنه هو الوضع مش كتير مأثر فيه. ولكن في العقل الباطني عم شوف المشاعر عنده أكتر من عندك. عم شوف أنت بطاقتك أكتر، بطاقتك النارية أكتر. وعم شوف هو من جوه. ممكن يكون البرج اللي عم تتعاني نوعه برج مائي. أو في عنده كتير طاقة مائية. ولكن عم شوف هو حالياً ممكن أنت مركز أكتر على مشاريعك وإنجازاتك أكتر من هو. عم شوف هو بعقل الباطن كتير مركز على العلاقة اللي بينكم. أيضاً المشكلة اللي بينكم أو مواحد من أسباب الخلافات اللي بينكم إنه فيه أمور كتير مش عم بتحكوا فيها. عم تطولوا بالموضوع فيها. فيه إشي كتير عم تتأجلوا الحديث فيها. سبب التأجيل أو السبب إنه فيه إشي كتير مش عم بتحكوا فيها هي اللي عم تأدي إلى مشاكل بينكم بالتواصل. لأنه فيه طرف منكم عم يحس بكسرة قلب. يعني فيه حداً منكم مجروح. وأيضاً من الأسباب اللي ممكن تكون فيه بينكم فيها خلافات أسباب مادية أو مش بالضرورة مادية ممكن تكون أسباب فيه عدم القدرة على الالتزام من طرف معين. ممكن أنت ممكن هو الطرف. ولكن فيه شخص ما عنده القدرة على الالتزام عم يماطل عم يعني عم يجر الموضوع أكتر مما هو مستاهل. عم شوف إنه البدايات بينكم إذا للبعض منكم اللي مش عم يحكي مع هالشخص الإشي اللي مسبب مشكلة حالياً إنه ما فيه بدايات جديدة بينك وبينه. يعني أنت بدك بداية جديدة وهالشخص بده بداية جديدة ولكن ما فيه أي خطوة تتخذوها لأنه أنتو الاثنين يعني كل واحد يعني كل واحد عم يحاول يمشي كلمته أو بده هو يكون الشخصية الأقوى بها العلاقة. ففيه بينكم شوي صراع على السلطة بصراحة يعني أنت بتحب إنه كلمتك تكون مسموعة وأيضاً هالشخص بيحب إنه كلمته هو أيضاً تكون مسموعة. بالنسبة لخطوطك أنت في المستقبل أو شو اللي مخطط لإله أنت. عم شوفك مركز كتير على جسمك أيضاً يعني ممكن فيه إشي عم تفكر تغيرها. ممكن تغير داية طريقة أكلك. ممكن تتبع حمية غذائية جديدة. كل شي بيتعلق بجسدك. عم شوف أيضاً مركز أنت كتير على مشروع أنت باشونت فيه أو فيه عندك شغف لهالمشروع اللي عم تشتغل عليه. أيضاً بتفكيرك أو بخطوطك للمستقبل عم تفكر بإشي فيها نوع من الالتزام أو نوع من الارتباط. عم شوفك عم تبحث على ارتباطه على استابلتي أو وضع موزون. يعني البعض منكم برج الحمل بده يستقر. شوف أنه بدك تستقر أيضاً بما يخص العلاقة وبما يخص الشخص عم شوف أنك رح تاخد موقف حيادي أكتر. بمعنى أنك مش رح تحكي فيه إشي رح يكون بدك تتهوي أو بدك تحكيها ولكن عم شوفك مش رح تحكي في المستقبل. رح تحاول تكون متحفظ أكتر. مشوف أيضاً رح تكون سوشال أكتر أو رح تكون اجتماعي أكتر. بدك تطلع مع يعني مع أصدقائك أو بدك تكون شخصية اجتماعية. ما عم شوفك منعزل وخططك القدمة رح تكون منعزل أو رح تكون منطوي على حالك عم شوفك رح تكون شخص اجتماعي أكتر. بالنسبة لشخص اللي عم تتعامل معه. عم شوفه أكتر في رحلة بحث عن الذات. بدو يكتشف هالشخص شو هدفه من الحياة. يعني في أمور هالشخص حالياً عم يفكر فيها اللي هي شو هدفه من الحياة؟ رحانياته رح تعلق أكتر. هو عم شوفك أنت مركز على أمور أرضية على شغلك على عملك. عم شوفه هو أكتر مركز على أمور روحانية أكتر. هلأ هاي الكرة الوحيدة اللي تطلع مقلوب عندي. فـ The Chariot. The Chariot هاي بورقة تقدم تحرك إلى الأمام بس بما إنه إجت مقلوبة عم شوف إنه الشخص حالياً ما في عنده أو خططه القادمة ما رح يكون فيها تحرك كتير إلى الأمام. عم شوفه عم يمر بالتغيرات جذرية، تغيرات داخلية. ولكن التغيرات هي الإشي الوحيد اللي رح تعود عليه بالرضى النفسي أو بالرضى الذاتي. لأنه في أمور ما بتوقع هالعلاقة ممكن تحلها أو التواصل اللي بينك وبينه ممكن يحلها. لأنه في أسئلة شخص اللي عم يسألها بتطلب إنه يفوت جوه حاله يسأل يسأل حاله هو شو بده إلى الأمام؟ لأنه مبين إنه هو ما في عنده خطة أو ما في عنده خط مرسوم إلى الأمام. في عنده كتير بارانوية كتير مخاوف داخلية، كتير شكوك، ممكن بيكون بيشك فيك بيشك بالعلاقة، بيخاف من طبيعة العلاقة إنه ما تنجح. في عنده كتير مخاوف داخلية هالشخص لازم يشتغل عليها. عم شوفه أيضاً عم مستني لخبر منك خطوته يعني بالمستقبل في عنده مستني إلى رسالة أو خبر معين هالشخص. بيجوز مستني خبر منك لأنه ما عم شوف إنه طاقته يعني عم يتحرك أو عم يمشي إلى الأمام. عم شوف إنه هو في رحلة بحث يعني عن الروحانيات وأيضاً ما في تقدم عنده إلى الأمام. في عنده تغيرات الجذرية رح تصير وعم يستنى إلى خبر معين أو رسالة معينة. ربنا نشوف الطاقة المشتركة بينكم في المستقبل شو رح يكون وضعها. مبين إنجذاب الجسدي بينكم كتير عالي. ممكن أنت أو ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه جسدياً منجذب إليك كتير بطريقة كتير عالي يعني. ولكن لسه في مخاوف لسه في طرف منكم في المستقبل رح يكون لسه خايف ومتردد أو متخوف ومستقبل العلاقة. أمشوف ولكن بينكم لأنه The Star عندك هالكارت إجا مرتين هون وهون. فعم شوف إنه الأمور أول إشي رح تتغير بينكم في المستقبل لأنه عندك Wheel of Fortune وهاي بتحكي عن تغيرات دائماً مستمرة. فالوضع اللي إنتوا فيه رح يتغير إذا وضعك منيح مع الشريك أو مع الحبيب اللي عم تتعامل معه حالياً بدك تنتبه من الأمور إنه تتغير تحاول تكون مرن قدر المستطع. والبعض منكم اللي مش عم يحكي مع الشخص أو مع الحبيب الأمور رح تتغير هون. رح يصير فيه حكي لأنه فيه عندك Page of Cups أيضاً عرض حب. وعندك The World Card أيضاً. يعني فيه رح يصير اكتمال دورة بينك وبين هالشخص أو اكتمال كارما أو العجلة اللي بينكم. رح يصير فيه توضيح لأمور كتير عديدة بينكم. هالشخص بيشوفك أمنية. فيه ولكن شوي من المخاوف رح تكون بينكم. ولكن همشوف الغالبية أنت يا برج الحمل هون. يعني طاقتك الغالبية أنه أنت ممكن هالشخص يرجع لإلك لأنه بيشوفك على أنك comfort zone أو مطرح الراحة أو بيحس أنه بيحس بالأمان العاطفي معك هالشخص. فعمشوف أنه إذا للبعض منكم إذا فكر يرجع لك هالشخص أنت رح تقدم له نوع مثل الإيد المفتوحة. أو رح تأخذ هالشخص بالحضن يعني. ورح تتقبل منه. وأنه أمشوف أيضا أنه هو بيشوفك العالم يعني بيشوف أنه عنده ممكن تقدم له كل إشي هو بيريده. أيضا عندك page of cups كما حكينا فيه تغيرات رح تصير بالمستقبل. يعني الطاقة المشتركة بينكم طاقة كتير إيجابية. عمشوف أنت وضعك أحسن طاقتك أحسن بمعنى أنه أنت عم تتحرك السرع من هالشخص. عمشوف هالشخص طاقته شوي شوي بطيئة. يعني حتى خطوة بالمستقبل ما فيها كتير تحرك أو تقدم إلى الأمام. ولكن الطاقة المشتركة بينكم الأوضاع بالتأكيد رح تتغير بينكم. أوكي حباي ببرج الحمل. بتمنى القراءة تكون عجبتكم وفادتكم. إذا حبيت القراءة لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله رح تشوفك في فيديو القادم. شكرا لكم جميعا.